بالخط الزمني خط الزمني اللي بقوله حضراتكم عليه بخصوص الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الفترة التانية بعد 30 يونيو بعد اقرار الدستور في 2014 وعندنا جولة بتبدأ بكرة ساعة 9 صباحا من 9 صباحا لتسعة مساء 12 ساعة على مدى 3 ايام ده الجدول اللي كان اعلم من الهيئة الوطنية للانتخابات هيبقى فيه مؤتمر صحفي يومي مؤتمر صحفي بيتكلم فيه المستشار محمود الشريف كان متحدث طبعا باسم الهيئة النهاردة كمان كان بيعلن الكلام ده انه مؤتمر صحفي يومي هيبقى كل يوم ساعة 3 بعد الظهر لغاية نهاية ايام التصويت يتعرض فيه ملخص وتفاصيل بقى مرتبطة سير العمل الانتخابية في كل المحافظات ازاي؟ ايه اللي حصل؟ ايه التفاصيل؟ هل فيه اي مخالفات؟ هل فيه اي مشكلات؟ هيبقى فيه رد على تعليقات او استفصالات طبعا وسائل الاعلام المختلفة؟ حضرتك او حضرتك تقدروا تنتخبوا؟ هل ليكوا حق الانتخاب؟ طبعا نهاردة المستشار محمود الشريف كان بيجاوب بيقول انه عدد الناس اللي من حقها التصويت في الانتخابات من بكرة وعلى مدى ثلاثة ايام هم تسعة وخمسين مليون ناخر يشاركوا في الانتخابات الرئاسية او لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية كل المقار الخاصة باللجان بمكان او اماكن اقامة القضاء المقارات الانتخابية كلها تم اعدادها والانتهاء منها وتم تسليمها للقوات المسلحة ولعناصر الشرطة للتأمين الكامل طيب ايه موقف الوافدين؟ احنا كان عندنا كلمة الوافدين دي عملت الأخباطة في الفترات اللي فاتت اللي ميروش موطنهم الانتخابي قال انه سيسمح ليهم بس في التصويت في موطنهم الأصلي وفقا لمحل اقامتهم التصويت هيبقى وفقا لمحل اقامة حضرتك او حضرتك العنوان اللي مكتوب في بطاقة الرقم القومي حتى وان كانت هذه البطاقة منتهية لكن العنوان اللي مكتوب في بطاقة الرقم القومي هو لحضرتك او حضرتك من حقكم ان انتو تتوجهوا للجان الفرعية المرتبطة بي اللي في النطاق يعني علشان تقوموا بالتصويت تي لجان فرعية خاصة بالوافدين الموجودين في العاصمة الإدراية الجديدة غير تحديد لجان تانية للوافدين داخل القاهرة والمحافظات المختلفة وفقا للرغبة اللي كانوا قابدوها قبل كده قبل ما يتم اغلاق الباب الخاص بتغيير المعلومات او الموطن الانتخابي في 28 فبراير اللي فت اشتركوا في القناة